إني أحبكم في الله اليوم العدس العدس إكسبرس رائع عدس ملبي خاتر ولا أروى بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم معنى بي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ أبو ساجن عن النبي اليوم تلكم وصفة محبوبة الجماهير وصفة العدس بعد ما مرنا رمضان اليوم ادخلنا في روتين جديد أحبائي كما نعرف كل فيها وصفة فيها مقادير فيها كيف التحضير ورشفوا بنا كيف تحضير المقادير ونرحوا نشوفوا يلا روحوا نشوفوا يلا روحوا هنا في طاوية العمل كما كما شكتوا عندي ارتل دس مكشتي تلعلب هذا شوفوا اللونه بني ما هو اللونتيه أسود نعرفوا كامل العدس البني يطيب بسم الله ماشاء الله يطيب ويأتي على حبة واحدة يأتي على العروة هنا حطيته فيه ريسيبيون صفيته لقيته حقا لقيته صافي ما فيه يعني ذلك الحجر ما فيه يعني الشوائب ما فيه والو بسم الله ماشاء الله هنا رح نغسله حوالي 3 مرات رح نحط له الماء باش قلت نغسله هكذا نكون تخلصت من هداك الغبار فقط فقط لانه أنا بحث عن يكم الشوائب والحجر لقيته صافي صافي رائع جدا جدا نروحوا هنا نجبه الماء ونغسله هنا جبت كمية الماء صبيت فيه كما كما شفتو ونغسله أنا هنا نغسله زوج مرات نغسله مليح هكذا شوفوا كفاه الماء صافي ما شاء الله يعني عدس روحة ما فيه حتى الشوائب وما فيهش الحجر هداك الصغير يعني كما ما فيه نلقاوه كنا زمان نشريوه هداك تنميزان دايما نلقاوه معابي حجر او معمر حجر هنا ادار جيته صافي أنا صفيته المرة اللولى ومبعد نجيب الماء ونحطه فوق عدس ونغسله للمرة تانية هكذا نعاود نخلط بيدي باش اذا كان هداك كين طراب او يعني يحواج او قش صغير هداك يطلع يصبح الفوق ومبعد هنعاود نرمي الماء مرة اخرى يعني هنا اغسلته زوج مرات هكذا نزيد نجيب الماء ونحط المرة الثالثة ونضيف له ربع ملعقة صغيرة خميرة الحلويات هكذا أنا صبيت الماء وجبت ملعقة او ربع ملعقة صغيرة كما بتلكم ونحطه هذه الخميرة هنا راح تخلينا هداك عدس يطيب يعني بكل سهولة واحت نقاوه هني يجينا عاقد وجي ملبي خاتر بسم الله ما شاء الله نخليه حوالي عشرين دقيقة هنا بعد نرجع له نرمي هداك الماء اللي كانت فيه الخميرة ونعاود نشل العدس ثالث مرة هكذا هنا نرمي هداك الماء كيما قلت لكم نجيب الماء جديد ونعاود نشله من مرة اخرى هكذا نحطه على جانب ونرحوا نشوفوا المقادير تنا انا هنا عندي بصل يكون مربي في العرب او في الاشوار عندي ملعقة كبيرة طماطا مصبرة ملعقة صغيرة هارسة وعندي هنا حبة بطاطا كبيرة بتيدي وحبة زرودية بتيدي سنارية وعندي تاتافوستوم وعندي ملح اسبر رغبة عندي هنا كوركم كما شفتو عندي عكري عندي شوية تكمون زنجبيل وعندي تابل وكروية يعني القصبر وكروية وعندي ثلفل اسود هكذا نجيب العدس تنا بعد ما نشفناه من الماء نحطه في كوكوت هكذا ونضيفوه كل شيء نضيفوه بصل هذاك المربي او يكون في الاشوار لا يقصوه بالسكين هكذا رح يدوب يعني الهليه ونحطه الثوم ونجيبو هذك الزرودية نحطوها ونجيبو التواب الكامل اللي اذكرناها من قبل ونجيبو الهريسة وطماطن ونضيفو البطاطا في الاخير سنضيفوه طبعا الملح الملح حسب الرغبة نجيبو هنا كمية الزيت زيتون الزيت زيتون هو اختياري اللي يحب يحط زيت زيتون يحط اللي يحب يحط زيت نباتي يحط زيت نباتي أنا حطيت الزيتون ونحبه ملح وجبت عسطة قارص هذا لادس يعني كنحط له القارص مش رح يكهال يبقى على اللون بعد ما نكمل العصيغة القارص نجيب سباتيول ونبدأ نخلط كل المكونات مع بعض هذا عدس يعني رح يطيب له له بكل المقادية اللي شفتوها في المقدمة نخلط اللح ونجيب الماء هنا الماء يكون يغلي الماء يكون سخون سخون يغلي كان فوق النار يغلي نعاود ونكرر الماء يكون سخون فوق النار يغلي نحطه ونغطي العدستين حوالي 4 أصابه فقط ونحط العدستين فوق النار نخليوه يغلي ونطلو عليه حتى ينشف شوية ويختار ويلبي ملح سوف نطفي وعليه النار ويكون العدستين جاهز نبقى ونحركوه ونخلطوه نغطي عليه بلا ما نغلق المغلقة الكوكوت يعني مش هنغلقوه ما نحط الصفارة فقط نغطيوها فقط حطيت قرنفل في الحار هكذا وعدستين بسم الله ما شاء الله رو جاهز وطب نجيبو العدستين في طبق ونشوفو اخر لحظات وهو في طبق شوفو جاهز روعة بنا نحكي كمش وهذا العدستين لحطيناه في طبق مع قرنفل في الحار يا باب يا بابا يا بابا هكذا وزينناه بشيء مع الناس ونجيبو ملعقة وشوفو يعني كيفه ملبي وخاتر شوفو يعني جاء ولا اروع ولا اروع صدقوني عدست خاتر ملبي ما شاء الله نعرف باللي كل اخوات وكل جزائرين يخدموا عدستهم ليح طيبوهم ليح انما فقط تبقى وصفة المبتدئات ما يعرفوش هذه الوصفة جيكم اروع تقدروا طيبوه تقدروا انكم ما تستغنوش عنه ابدا احبتي ما بقى لنقولكم تهلوك الروحكم ورب يحفظكم ان شاء الله يبرك فيكم فاتعينا رمضان كلنا اشبعنا ندوروها عدس لوبيا حمص يعني عيش يعني نقصوا مصاريف ونبدأ ندخلوا في الفطار هذا بهذه الاكلات فقط نعطو كل شغالية اللحوم غالية نبدل شوية نقولكم السلام عليكم في وصفة قادمة ما شاء الله لا تنسوني بلمس العجاب والدعوات والسلام عليكم